لن تكون هذه المعركة معركة الولايات المتحدة لوحدها لأننا تعلمنا من السنوات الماضية وسنفعلها مع داعش بطريقة مختلفة هذه المرة لنكن واضحين منذ البداية قواتنا التي انتشرت في العراق ليست لديها ولن تكون لديها مهمة قتالية سندعم القوات العراق على الأرض وهم يخوضون حربهم على أرضهم للدفاع عنها كقائدكم الأعلى لن أصدر أمرا بأن تخوض قواتنا حربا ميدانيا أخرى في العراق من الأجدى أن ندعمهم بطرق أخرى ونترك لهم مهمة الدفاع عن أرضهم وتأمين أمنها وهو أمر تعلمناه وهي الطريقة الوحيدة التي تضمن النجاح لفترة طويلة لقد أمضينا الأسابيع السبعة الماضية في العمل على تشكيل التحالف ولأننا نقود هذا التحالف بطريقة صحيحة دول كثيرا ضمت إلينا أكثر من أربعين دولا ضمت إلى هذا التحالف بعض الدول ستشارك جواً بريطانيا وفرنسا ستقومان بطلعات جوية معنا وبعض الدول تعهدت بدعم تدريبي كما فعلت السعودية أستراليا وكندا أرسلت مستشارين عسكريين وبعض الدول ستقدم دعماً إنسانياً And already, Saudi Arabia has agreed to host our efforts to train and equip Syrian opposition forces شكرا